أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في باب جوامع التوحيد في الحديث الأول يروي الكليني رضوان الله تعالى عليه خطبة لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يبدأ هذه الخطبة بتمجيد الله سبحانه وتعالى وقد ذكرنا في الحلقة الماضية شطرا من هذه الخطبة إلى أن وصلنا إلى هذا المقطع يقول الإمام عليه الصلاة والسلام لا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه ما هو الفرق بين الخالق والمخلوق في هذا المقطع الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا الفرق الفرق أن الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق والمخلوقات هي العجز المطلق الله سبحانه وتعالى العالم ونحن في ذاتنا الجهل إلا أن يفيض الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم إلينا نحن ذاتنا فيه العدم إلا أن يفيض الله سبحانه وتعالى علينا الوجود فذاتنا الافتقار المطلق في كل شيء والله سبحانه وتعالى الغني المطلق من كل شيء فهذا هو الفرق بين الخالق والمخلوق فلذلك نحن نحتاج إلى الله في كل شيء وهو غني عننا في كل شيء هذا المقطع الإمام عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا الكلام يبين أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء من العدم يعني لم تكن ثم أوجدها فما هو الفرق بينه وبينها الفرق أن الله سبحانه وتعالى هو القدرة المطلقة قدرته لا حد لها ونحن عجز مطلق فلذلك الله سبحانه وتعالى بقدرته أوجدنا وإذا لنا شيء من القدرة الآن أنا لي القدرة في التكلم في أن أحرك يدي في أن أفعل بعض الأمور فإنما هذه القدرة ليست بالاستقلال وإنما الله سبحانه وتعالى أعارها لعارية وفي يوم من الأيام يسلب هذه القدرة ومن نعمره ننكسه في الخلق الإنسان يولد وهو ضعيف ثم بالتدريج عندما ينمو يزداد قدرة إلى أن يصل إلى مرحلة النضج الكامل الجسدي فتصل قدرته إلى أوج ما يتمكن من الوصول إليه ويمكن ببعض التمارين الرياضية يزيد من هذه القدرة قليلا ولكن بعد ذلك كل ما مر به شيء من عمره يفقد القوى ومن نعمره ننكسه في الخلق إلى أن تصل المرحلة التي هي الموت فحينما يموت هذه القدرة الظاهرية التي كان الله سبحانه وتعالى قد أعارها إياه يسلبها منه فالإمام عندما يقول ولا من شيء خلق ما كان قدرة بان بها من الأشياء وبانت الأشياء منه يعني البينون والفرق بين الله وبين خلقه في هذه المسألة أن الخلق عجز مطلق لذا احتاجوا أن يخلقهم الله سبحانه وتعالى من العدم وهو الغناء المطلق ولذلك لا يحتاج إلى غيره وهذا هو سبب الفرق بين الخالق والمخلوق بانت بان بها من الأشياء يعني بالقدرة التي له بالغناء المطلق الذي له وبانت الأشياء منه لعجزها المطلق بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام ينتقل إلى مقطع آخر من الكلام وهذا المقطع بيان نفي الشبيه لله سبحانه وتعالى لأن المقطع السابق الذي الآن شرحنا القسم الأخير منه كان في حدوث الأشياء هذا المقطع الذي الآن يبتدأ الكلام به بيان نفي الشبيه أنت حينما تريد أن تشبه شيئا بشيء يلزم أن يكون هناك وجه اشتراك بينهما يعني هذا إنسان هذا إنسان تقول هذا مثل هذا في الإنسانية لأنهم لهم جهة اشتراك وهي الإنسانية أو تقاسيم الوجه مثلا أخوان يشبه أحدهما الآخر في تقاسيم الوجه تقول هذا يشبه هذا في الشكل أو إنسان وحجر تقول هذا الإنسان يشبه الحجر في المادية يعني الحجر جسم مادي والإنسان جسم مادي فيجب أن يكون هناك بين المشبه والمشبه به وجه اشتراك ووجه افتراك حتى يكون أحدهما غير الآخر بوجه الافتراك ولكن وجه الاشتراك يسبب أن يكون أحدهما شبيها للآخر الأخوان أحدهما غير الآخر هناك جهات افتراك بينهما لكن جهة اشتراك موجودة في الوجود في الإنسانية مثلا في تقاسيم الوجه الإنسان والحجر هناك جهات افتراك بينهما لذلك ذاك حجر وهذا إنسان الوجودان متباينان ولكن توجد هناك جهة اشتراك وهي الجسمية الحجر جسم مادة والإنسان أيضا جسم ومادة هل هناك بين الله سبحانه وتعالى وبين المخلوقات جهة اشتراك حتى يكون الله شبيها كلا أو يكون لله شبيه كلا الله سبحانه وتعالى ليس بجسم الله سبحانه وتعالى منزه عن جميع صفات النقص والله سبحانه وتعالى موصوف بجميع صفات الكمال التي وصف بها نفسه أما نحن فأجسام مادية ونحن عجز مطلق فلذلك لا يوجد واجه شبه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في أي جهة من الجهات ولذلك الآية الشريفة تقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون كانوا يصنعون صنما ويقولون هذا شبيه لله سبحانه وتعالى وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أو يرون مثلا بأوهامهم يصنعون آلهة مثلا في اليونان كان هناك آلهة للحرب أو إلهة للحرب آلهة للسلم آلهة لكذا آلهة لكذا بأوهامهم يصنعون موجودات خيالية ويشبهونها بالله سبحانه وتعالى أو المشركون في جزيرة العرب كانوا يقولون هذه الأصنام بنات لله يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه حيث أن الخلق لهم أولاد فالله يزعمون كان له أولاد سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا فلا تضربوا لله الأمثل إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون الإنسان مستوى محدود فلذلك يشبه ربه بنفسه الله يعلم فأفاض العلوم عبر الأنبياء على الناس لكي ينزه الله سبحانه وتعالى عن التشبيه وفي آية أخرى في سورة الشورى الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء لا يوجد هناك مثل لله سبحانه وتعالى فلا يمكن أن تشبهه بغيره لماذا؟ لأن التشبيه يحتاج إلى تماثل ولو في جهة من الجهات المخلوق يغاير الخالق في كل شيء لا توجد جهة اشتراك حتى تشبه المخلوق بالخالق أو تشبه الخالق بالمخلوق نعم المجسمة هؤلاء يتصورون بأذهانهم السقيمة صورة لله ثم يشبهون الخلق به يعني الآن المجسمة من المسلمين حيث دخل في معتقداتهم عقائد بعض أهل الكتاب هذا يتصور لله صفات كصفات الخلق يعني يقول يد الله فوق أيديهم يقول هذه هي يد حقيقية ولا مجازة في القرآن مثلا هكذا يقول زين إذا يد حقيقية صار تشبيه بين الله وبين خلقه يقول بلا كيف زين إذا بلا كيف هي ليست يد حقيقية فهذه ليست بيد وإذا هي يد حقيقية ولو أنا ما أعرف تفاصيلها فصارت شبيهة ليد الإنسان أو ليد الحيوان يمكن أنت الآن موجود من الموجودات مثلا حيوان من الحيوانات لم تره يقولون إن له يدا أنت لا تعرف كيفية تلك اليد لكن المعنى الحقيقي لليد أنه هذه هي يد مثل يدي ولو اختلفت الصفات فهذا صار تشبيه أما أنت بالنسبة لله سبحانه وتعالى الآية اللي هي بمعنى القدرة يد الله فوق أيديهم قدرة الله هي التي مهيمن عليهم إذا تقول لا هاي يد حقيقية لكن بلا كيف بلا كيف يعني بلا أوصاف فهذه ليست يد فصارت يد مجازية وإذا بأوصاف لكن احنا ما نعلمها صار تشبيه ولو في جهة من الجهات لذلك الآية تقول فلا تضربوا لله الأمثال لذلك الآية تقول فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أنت في تفسير الآيات المتشابهة لازم تراجع الراسخين في العلم لازم يرشدوك هم الراسخون في العلم يرشدوك إلى الآيات المحكمة التي تبين لك معنى الآيات المتشابهة ببركة تفسيرهم إذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول فليس له صفة تنال الله له أوصاف لكن أنت لا يمكنك أن تدرك كنه وحقيقة تلك الصفات يعني الله عالم هل علم الله كعلمنا؟ كلا هناك تباين حقيقي بين علمنا وبين علم الله سبحانه وتعالى فعندما أقول أنا عالم والله عالم ليس هذا تشبيه بأنه أنا عند علم اللهم عند علم فصرت شبيها لله في امتلاك العلم كلا لأن علم الله يختلف اختلافا حقيقيا عن علمنا علم الله عين ذاته كنه علم الله سبحانه وتعالى مجهول لنا لأن الذات مجهولة لكن نعلم بأن الله عالم أما هذا العلم مثل علمنا؟ كلا الله سبحانه وتعالى قادر إحنا قدرتنا قدرة عرضية قدرة الله قدرة ذاتية فهناك تفاوت جوهر بين قدرتنا وقدرة الله سبحانه وتعالى لذا الإمام يقول فليست له صفة تنال ليش؟ لأن كنه حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى سواء صفات الذات أو صفات الفعل مجهولة لنا إحنا أصل الصفة نعلم بوجودها ولذا بعض علماء الكلام عندهم عبارة قد تستفاد أيضا من بعض الروايات أنت عندما تقول الله عالم في الحقيقة هذا نفي للجهل عن الله سبحانه وتعالى الله له صفة هي العلم لكن أنا مقدار فهمي من هذه الصفة شنو هو؟ مقدار فهمنا من صفة علم الله أن الله ليس بجاهل لكن شنو حقيقة هذا العلم مجهول لدينا لأن هذا العلم هو عين ذات الله سبحانه وتعالى فعلو ذاتي موجود لعلم الله سبحانه وتعالى فهو أعلى من إدراكنا لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة وكنه ذلك العلم نعلم بعقولنا أن الله له علم لكن شنو حقيقة هذا العلم؟ هذه هي المجهولة لدينا وصابقا ذكرنا هو هذا الفرق بيننا وبين ما يعتقده النصارى من التثليث كلام النصارى أن الواحد يكون ثلاثة وثلاثة يكون واحد هذا خلاف العقل أما نحن كلامنا أنه العقل يدل على ذات الله وعلى صفات الله لكن العقل يقول أنا لا أتمكن من إدراك حقيقة تلك الصفات مثل ما أنت ترى طائرة وأنت ما قاري من علم الفيزياء شيئا عقلك يقول أن ما تشعر به من طيران هذه الطائرة هذا أمر حق لكن كيف هذا الجسم الثقيل مئات الأطنان من الحديد وغير ذلك هذا يطير في السماء أنا اللي ما قاري علم الفيزياء أقول لا أدري عقلي يقول أن هذا الشيء اللي أراه حقيقة ليس خيال لكن لماذا هكذا وما هو الحقيقة لا أدري هذا طبعا المثال لتقريب الفكرة إلى الذهن عقلنا يرشدنا إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه الكمال المطلق لكن حقيقة تلك الصفات شنو هي هذه الحقيقة لا يدركها العقل لأنها فوق مستوى العقل نعم المقدار اللي يدركها العقل هي سلوب يعني الله عندما نقول عالم هو حقيقة عالم لكن شنو هذا العلم نحن لا ندركه المقدار اللي ندركه أن الله ليس بجاهل حينما نقول أن الله قادر عقلنا يدل على أن الله قادر وهناك صفة هي القدرة عين ذات الله سبحانه وتعالى لكن آني مقدار دركي من هذه القدرة وإدراكي هو أن الله سبحانه وتعالى ليس بعاجز وهكذا في بقية الصفات إلى أن نصل إلى صفات الفعل اللي هي في درجة أخرى غير صفات الذات أيضا لا يمكن لنا أن ندرك حقيقة صفات الفعل الله خالق شنو حقيقته خلق الله سبحانه وتعالى للموجودات الحقيقة والواقع لا ندري المقدار اللي ندري ونعلم به هو أن هذه الأشياء لم تكن موجودة فأوجدها الله سبحانه وتعالى لكن حقيقة اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفة الخلق هذه أيضا مجهولة لدينا طبعا هذا الكلام إن شاء الله سيأتي تفصيده في المستقبل ونبحث حول هذه الزاوية فليست له صفة تنال ولا حد تضرب له فيه الأمثال هنا الإمام يقول لماذا ليس كمثله شيء هذا في الحقيقة تفسير لهذه الآية لماذا فلا تضربوا لله الأمثال لماذا لأنه التشبيه وضرب المثل يكون في الأشياء المحدودة هذا محدود بحدود هذا محدود بحدود توجد هناك جهة اشتراك بينهما لكن الله سبحانه وتعالى ليس له حدود لا في وجوده حد ولا في قدرته حد ولا في علمه حد الله سبحانه وتعالى وجوده لا متناهي يعني بعبارة الروايات غير محدود الله سبحانه وتعالى علمه غير محدود قدرته غير محدودة صفاته الذاتية غير محدودة لذلك لأنه ليس بمحدود فلا يمكن تشبيهه بالأشياء المحدودة أكد تفاوت جوهري وذاتي بين المحدود واللا محدود فلذلك لا يمكن تشبيه اللا محدود بالمحدود ولا تشبيه المحدود باللا محدود ولا حد تضرب له فيه الأمثال بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يبين كلا دون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات يعني أنت حينما تكتب أي شي تكتب عن صفات الله سبحانه وتعالى لا يمكن لمكتوبك أن يصل إلى حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى وكلما تكلمت هذا كلامك ما راح يوصل إلى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى ولذلك قردت في الروايات وسيأتي باب مفصل في ذلك أن صفات الله توقيفية يعني لا يجوز لنا أن نصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه إما الصفات المذكورة في القرآن أو في الروايات المعتبرة فبناء على ذلك ليش لا يجوز لي أن أصف الله سبحانه وتعالى بالصفات لم يذكرها هو لأنه لا يمكن لي أن أصل إلى حقيقة ذات الله وإلى حقيقة صفاتي فكلما الإنسان كان عبقريا وكلما الإنسان ترقى في مدارج الفكر وتعمق لا يتمكن من الوصول إلى حقيقة ذات الله ولا حقيقة صفاته حتى صفات الفعل لا يمكنها أن يصل إلى ذلك فلذا لازم يتوقف في المقدار الذي بيّن له الشرع ثم يتعمق في هذا المقدار لفهمه ليس أنه يصف من نفسه لا يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن وصف نفسه بأنه عليم بأنه قادر بأنه مقتدر أنت تأتي وتفسر هذه الكلمات تفسيرا صحيحا وهذا التفسير أيضا مستقى من القرآن ومن الروايات ليس أنه تفسر من جيبك هذا المقدار الدائرة إحنا إن نلحق فيها أنه نفسر هذه الآيات وهذه الروايات عن الطرق التي نصبها الله سبحانه وتعالى لنا نتعمق في فهم مسائل التوحيد بالمقدار التي بيّنت لنا أما أن واحد يتعدى عن ذلك فهذا هو أول خطوة في الظلال لأن الإنسان الشيء الذي بحواسه وبعقله لا يمكن أن يدرك حقيقته إذا راد يصفه بصفات يخطئ فيها هذا على أحسن الفروض إذا يريد تكلم حولها يخطئ فيها أنت على الآن إذا الشيء ما شايفه من الأشياء المادية علمت بأن شيئا موجود حس أنت كل ما تفكر لو كان هذا المفكر أرصده لو كان أكبر المفكرين بعدين ذكر صفات هذه الصفات لا تنطبق مع حقيقة ذلك الشيء إلا أن يكون قد رأى ذلك الشيء إذا رأى ذلك الشيء يصف المرء أو سمع بذلك الشيء يعني واحد قد رأى ذلك الشيء وصف لك أوصاف ذلك الشيء أنت تأخذ هذه الأوصاف تجيبها بعبارات أخرى مثلا تنمق العبارات هذا يمكن زيان هسا إحنا الله سبحانه وتعالى هل أدركناه بحواسنا رأيناه لمسناه الله يتعالى عن ذلك لأنه ليس بالجسم المرء هو الجسم الملموس هو الجسم المحسوس هو الجسم الله سبحانه وتعالى ليس بالجسم فنحن لم ندركه بحواسنا زيان عقولنا أيضا لا تصل إلى حقيقة ذات الله سبحانه وتعالى تدرك العقول وجود الله تدرك أنه محلى بصفات الكمال ومنزح عن صفات النقص لكن حقيقة تلك الصفات العقول لا يمكن أن تنالها أن تصل إليه إذن لازم إحنا شنو نستقي معلوماتنا عن طريق السمع أصل الوجود وأصل التحلي بصفات الكمال والتنزه عن صفات النقص هذا يدل عليه العقل بعد أن ندل العقل على وجود الله وعلى تحليه بصفات الكمال وعلى تنزهه عن صفات النقص إحنا نجي إلى السمع الله سبحانه وتعالى كيف وصف نفسه في القرآن الرسول بتلقي من الله سبحانه وتعالى والأئمة بتلقي من الرسول الذي تلقى من الله سبحانه وتعالى كيف وصف الله سبحانه وتعالى فلذا لا تصف الله إلا بما وصف نفسه فلذلك إذا واحد إجاء كان هذا الشخص أعظم الكتاب وأخذ قلمة واستعمل أفضل العبارات الأدبية ونمق الكلام أحسن تنميق فكله زخرف من الكلام وباطل لا يصل إلى حقيقة ذات الله وإذا متكلم يجيد الخطاب وهو أخطب الخطبة كلما تكلم بكلام يريد أن يصف الله سبحانه وتعالى بغير ما وصف الله به نفسه فكل كلامه زخرف من القول وغرور ولذلك الإمام يقول كل الكل هو العجز المصاحب للتعب يعني مرة أنت تعجز عن شيء هذا لا يقال له كل مرة تعجز وأنت في تعب يعني مثلا سيارة تريد تدفعها تحاول دفعها بكل ما أوتيت من قوة إلى أن تتعب فهذا عجز مصحوب بالتعب يعني إعياء هذا يسمى كل كل دون صفاته يعني دون الوصول إلى حقيقة تلك الصفات قبل أن يصل إليها تحبير اللغات التحبير أي تزين ومنه الحبرة اليمانية قماش فاخر من يمن كان يسمى بالحبرة لأنها هي مزينة منمقة كلا دون صفاته تحبير اللغات وظل هناك تصاريف الصفات أنت هذه الصفة جيبها في باب الثلاث المزيد الثلاث المجرد اسم الفاعل اسم المفعول غير صرف كذا كل ما استعملت من تصريفات ظل هناك لا تصل إلى الحقيقة ولذا أنت تشوف أن الذين لم يأخذوا معتقداتهم في الصفات من القرآن ومن روايات الرسول وأهل بيته عليهم الصلاة والسلام ظلوا ظلالا بعيدا لحيث أن بعضهم وصل إلى درجة الكفر الباطني يعني المجسم الذي يعتقد بأن الله جسم هذا باطنا كافر وإن كان في الظاهر يعامل معاملة المسلمين كل من تشهد الشهادتين هذا يتعامل معه معاملة المسلم ويجري عليه ما يجري على المسلمين ولهما للمسلمين أيضا لكن باطنه كافر مثل المنافق المنافق في الدنيا يعامل معاملة المسلمين من التزاوج والتناكح والتوارث والدفن في مقابر المسلمين وما إلى ذلك من أحكام المسلمين لكن في يوم القيامة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لماذا؟ لأنهم كفار باطنا المجسم هكذا المجسم الذي يجسم الله سبحانه وتعالى هذا كافر باطنا حتى إذا تشهد الشهادين فهو في الظاهر يعامل معاملة المسلمين وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم لكن هذا الظال بل كافر باطنا أكثر من ذلك إحنا لا يمكن أن ندرك حقيقة ذات الله ولا حقيقة صفات الله سبحانه وتعالى أكثر من ذلك حتى مخلوقات الله سبحانه وتعالى حقيقتها غير منكشفة لدينا مجهولة إحنا نعرف الآثار كما أننا علمنا بوجود الله سبحانه وتعالى عادة عن طريق آثاره لأن الأثر يدل على المؤثر نرى السماوات والأرض والإنسان والنبات والحيوان وكذا ومن ذلك نستدل على وجود الله سبحانه وتعالى الآن العلم الحديث على تطوره هذا عادة هكذا يستدل عن طريق الآثار على المؤثرات لكن حقيقة هذه الأشياء شنو هي يعني اسأل الآن العلم الحديث الكهرباء شنو هو يقول الكهرباء طاقة مجموعة إلكترونات زين الإلكترونات شنو هي من أدل لكن نعلم بها عن طريق آثارها لأن لها آثار المادة نعلم أنها مركبة من خلايا من ذرات والذرة مركبة من الإلكترون والبروترون والنيوترون كذا وأن الذرات مثلا الإلكترون يسير حول النواة المركزية وعدد الإلكترون سرعة مسير الإلكترون هو الذي يشكل العناصر بتفصيل يذكره في العلوم التجربية الطبيعية زين حقيقة الإلكترون شنو هي حقيقة هذه الذرة شنو هي مجهولة لدينا إحنا المخلوقات لا يمكن أن ندرك حقيقتها وإنما ندرك آثارها فكيف بالخالق الذي هو ليس كالمخلوق في أي شيء ليس كمثل أي شيء لذا الإمام عليه الصلاة والسلام بعد أن يبين أنه في صفاته حارة اللغات والكلمات يقول وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير أنت فكر وتعمق كلما تتعمق أكثر تكتشف جهلك أكثر إذا علماء الطبيعة ومصرحون كلما نكتشف اكتشافات جديدة مصاحبا لهذه الاكتشافات الجديدة نكتشف شدة جهلنا لأنه أنت تكتشف شيء يتعلق بهذا الشيء علوم كثيرة أنت تجهلها كلها من الأساس أنت تجهل بهذا الشيء الذي اكتشفته في زمان الذي كنت تجهل كان جهلك واحد أنك لا تعلم بوجود هذا الشيء فلما علمت بوجوده هذا يتعلق بوجوده علوم كثيرة شنو هي أنت تكتشف أنك تجهل كل تلك المعلومات لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول وحار في ملكوته عميقات مذاهب التفكير كلما تفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى عقلك يصاب بالحيرة أكثر والملكوت صيغة مبالغة في الملك وعادة يراد به ملك الله سبحانه وتعالى في عالم الغيب وقد يستعمل في عالم المادة أيضا الفرق بين الملك والملكوت عادة أن الملكوت في عالم الغيب والملك في عالم الماديات يعني في عالم الشهود وقد يستعمل الملكوت في عالم الماديات والشهود أيضا أنت ملكوت الله سبحانه وتعالى تحير فيه فكيف بذات الله فكيف بصفات الله سبحانه وتعالى هذا مقطع من مقاطع كلام الإمام في نفي الشبيه لله سبحانه وتعالى وللحديث الصلة نتركه إلى الحلقة القادمة هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين الله يا الله الله يا الله الله يا الله اشتركوا في القناة